تابعيني الكرام أهلا بيكم في حلقة جديدة النهاردة هكلمكم في موضوع يخص التركيبات المتحركة الكاملة والجزئية ولكن الكلام ينطبق أكتر على تقم الأسنان الكامل السفلي ومشاكل تقم الأسنان السفلي وعدم ثبات تقم الأسنان السفلي المرضى والناس تعبانة من عدم ثبات التقم السفلي على طول بيتحرك في بقوهم مش عارفين يأكلوا مش عارفين يمرسوا حياتهم الطبيعية عايزة أقول لكم إن حتى لو تقم الأسنان السفلي معمول بيرفكت يعني ما فيموش ولا غلطة برضو بيبقى ثباته أقل بكتير من التقم العلوي والتعود على التقم السفلي محتاج وقت أطول من التقم العلوي وحتى برضو بعد ما تعود عليه أقدر أتحكم في حركته ولكن برضو ما بيبقاش ثابت زي التقم العلوي طب ليه التقم السفلي بطبيعة حاله ما نقرنش ثباته بالتقم العلوي أو ليه بطبيعة حاله بيبقى فيه نسبة حركة حتى لو معمول كويس جداً حتى لو أنا ما عنديش تأكل فيه عظام الفك ليه دايماً التقم السفلي غير ثابت بطبيعة حاله أولاً ثبات التقم بصفة عامة بيعتمد على تفريغ الهوى ما بين التقم الأسنان أو قاعد التقم الأسنان وما بين الغشاء المخاطي للفم بتعمل زي ساكشن أو تفريغ الهوى وبيبقى فيه طبقة لعاب بسيطة ما بين تقم الأسنان وما بين الغشاء المخاطي للفم وده بيعتمد على الوايد كافردج يعني تقم الأسنان محتاج يغطي جزء كبير علشان يبتدي يثبت أكتر طب ده منطبق على مين ده ينطبق على التقم العلوي لأنه مغطي كل منطقة سقف الحل فبالتالي تفريغ الهوى أكتر الساكشن أعلى بالتالي بيثبت أكتر طب بالنسبة للتقم السفلي لا التقم السفلي مفيش طبعا منطقة سقف الحل فبيبقى الكافردج أو تغطية التقم بتبقى قليلة جدا يعني مجرد الريج أو التقم السفلي ثابت يدوبك على شريط رفيع أو قارش رفيع من العضم في الفك السفلي دي المشكلة الأساسية طيب إيه تاني؟ المشكلة التانية أن الريج أو عضم الفك العلوي بيبقى دايما أضخم وأكبر ومش مفيهوش تآكل قوي زي عظام الفك السفلي عظام الفك السفلي بتبقى أضعف بتبقى معرضة أكتر للتآكل فبالتالي الطقم ما بيبقاش مغطي جزء كبير أو ويد كافردج زي الطقم العلوي كمان في حاجة مهمة جدا أن الطقم السفلي محطوط على فك متحرك يعني إحنا عندنا فكين في الوجه الفك العلوي والفك السفلي الفك العلوي ثابت ما بيتحركش مين اللي بيتحرك أثناء الكلام والمضغ مفصل الفك الصدري هو الفك السفلي يبقى الفك السفلي فك متحرك وبالتالي دا بيقلل لي ثبات طقم الأسنان السفلي كون أن الطقم الأسنان السفلي محطوط على حاجة متحركة مش حاجة ثبتة زي طقم الأسنان العلوي إلى جانب وجود اللسان اللسان ماسك في الفك السفلي فالطقم بيتحرك مع حركة اللسان اللسان بيتحرك كتير مع الأكل مع المضغ مع الكلام مع بلع اللعاب مع حركة الوجه كل دوت يبقى دي حركة كمان إضافية للفك السفلي ده بيحرك الطقم؟ آه بيحرك الطقم ما هو الطقم سابط في المنطقة دي والمنطقة دي كل شوية اللسان عمال يتحرك وعضلة اللسان عضلة قوية جدا من أقوى عضلات الجسم إيه تاني حركة الخد الخد برضو بيتحرك كتير في الكلام في المضغ كل الكلام دوت بيأثر برضو مع الطقم السفلي إلى جانب وجود اللعاب معظم فتحات الغدد اللعابية بيبقى موجود في المنطقة السفلية أو عند الفك السفلي يعني فيه ركود للعاب في منطقة الفك السفلي ده معناه إيه؟ معناه إن طقم الأسنان السفلي عايم في اللعاب عايم عايم في المياه اللعاب طيب ودي مشكلة؟ آه طبعا مشكلة زي ما بقول كلمة عايم في المياه عايم يعني متحرك يعني مش ثابت وخاصة لو اللعاب كمان من النوع الفلوي اللي هو لعاب كتير أو فيه سيلان في اللعاب أو الدرولينج ده هيعمل لي مشكلة أكتر أو لو اللعاب برضو الكونسيستنسي بتاعته سميك أو زيادة عن اللزوم أو لازج زيادة عن اللزوم هيبقى زي الحبل اللعاب هيبقى زي الحبل الطقم عمال يتحرك فوقيه ومش راسي في مكانه كمان برضو جفاف الفم طبعا بيأثر يعني برضو لحنا عايزين لعاب بزيادة عن اللزوم ولا لعاب تخين ولا عايزين جفاف عايزين نسبة لعاب معقولة يكفي قوي أن الطقم السفلي غرقان في المياه زي ما بنقول وده بيؤدي إلى عدم ثبات الطقم السفلي طيب ايه تاني؟ الفك السفلي برضو زي ما قلتلكم هو معرض أكتر للتآكل في عظام الفك يعني لو الشخص مثلا مريض سكر مريض هشاشة عظام عنده نقص حدف فيتامين دي بياخد علاج كيميائي عنده أي مشاكل بتؤدي إلى تآكل عظام الفك الفك السفلي بيتأثر أكتر بالمشاكل الصحية يعني نلاقي الفك السفلي هو اللي حصل فيه تآكل أكتر من الفك العلي كمان الناس اللي بتجز على أسنانها الجز على الأسنان بيعمل قوة كبيرة جدا على العظم وبالتالي بيؤدي إلى تآكل عظام الفك اللي بيظهر أكتر في الفك السفلي يعني حتى لو إحنا ألعنا الطقم خالص وبصينا على العظم الفك العلوي وعظم الفك السفلي نلاقي إن فك السفلي ممكن يوصل لمرحلة إنه متآكل تآكل شديد جدا مع بعض الناس فبالتالي هنا الطقم هيثبت على إيه؟ هو طبيعة حال الفك السفلي للأسف بيتأثر بالعوامل الصحية وبيتأثر بيه الجز على الأسنان وبيحصل تآكل شديد فيه عظام الفك السفلي أكثر من العلي إلى جانب كل الحاجات اللي إحنا قلناها ديت اللي هي الحاجات الطبيعية اللي موجودة في الفم اللي بتقلل أصلا ثبات الطقم ممكن أصلا كمان الطقم السفلي يبقى فيه مشاكل أو عيوب زي مثلا إن الطقم طويل من حتة محتاج يتأثر الطقم من حتة معينة قصير محتاج يتطول حاجات كتير جدا وعيوب كتير جدا في الطقم السفلي ممكن تخلهولي كمان مش ثابت فممكن بقى نلجأ إلى الطبطين اتكلمت في حلقات منفصلة عن الطبطين وقلنا الطبطين فيه منه كذا نوع إما الطبطين فيه العيادة عن طريق العيادة والمعمل وبيبقى طبطين هارد أو صلب إما طبطين فيه المنزل اللي هو بالسوفت لاينر أو الطبطين المرن أو الطري وتكلمت إزاي نقدر نعمله فيه البيت إما يكون الطقم محتاج بعض التعديلات البسيطة ممكن يكون مش محتاج طبطين ولكن محتاج إنه يتطول أو يتأثر في بعض المناطق وإذا فشلنا خالص للأسف بنلجأ إلى لاصق طقم الأسنان ليه عيوب كتير وليه مشاكل كتير ولكن هو بيبقى أحيانا المنقذ وهو الحل الوحيد لثبات الطقم الأسنان السفلي أي حد عنده أي استشارة طبية سواء فيه مجال التركيبات المتحركة أو فيه طب الأسنان بصفة عامة طب الفم والأسنان والفكين برحب باستشاراتكم بيكتف فيه التعليقات وبرد على كل الاستشارات والأسئلة ما تنسوش الإعجاب أو اللايك للفيديو مشاركته مع الآخرين لتعوم الفائدة اللي حابب يشترك في القناة أكيد هيشرفني مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء